مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع نتوقع أن تكون هناك زخات راعدية من مطر في بعض الأماكن وهناك أيضا إثارة الغضار والأتربة في بعض الأماكن أحيانا والأجواء بشكل عام أجواء حارة في معظم مناطق المملكة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة المناطق الشمالية الغربية 35-23 المناطق الشمالية الشرقية 33-21 المناطق الوسطى والرياض أجواء هناك إثارة الغضار والأتربي العظمى 40 والصغرى 28 المناطق الشرقية 35-27 المناطق الجنوبية الغربية زخات راعدية من مطر أحيانا 26-18 والمنطقة الشرقية هناك إثارة الغضار والأتربي وتدني مدى الرؤية الأفقية العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية يوم الأثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء حارة في معظم مناطق المملكة الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 23 الشمالية الشرقية 35-21 المنطقة الوسطى 39-28 مع أجواء غائمة جزئيا واحتمال سقوط زخات راعدية من مطر أحيانا والمنطقة الشرقية 36-28 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع أمطار أو زخات راعدية من مطر 28-18 والمنطقة الشرقية 36-27 درجة مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله أيضا تستمر الأجواء حارة وتستمر فرص الأمطار واحتمالية سقوط الأمطار في المنطقة الوسطى وكذلك المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 38 العظمى والصغرى 25 المناطق الشمالية الشرقية العظمى 34 والصغرى 21 المنطقة أشل الغربية 38-29 والمنطقة الوسطى 40-29 والمنطقة الشرقية 37-27 والمنطقة الجنوبية الغربية 28 إلى 19 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا تبقى الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة الشمالية الغربية 38-24 المنطقة الشمالية الشرقية 37-25 والمنطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 42-30 والمنطقة الشرقية 38 إلى 28 المنطقة الغربية 38 إلى 28 والمنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من المطر أحيانا 27 إلى 19 أما يوم الخميس القادم تستمر الأجواء أيضا حارة تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في المنطقة الجنوبية الغربية وبعض المناطق الوسطى وكذلك بعض المناطق الشرقية مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا المنطقة الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 21 المنطقة الشمالية الشرقية 39-25 المنطقة الشرقية 39 إلى 29 مع احتمالية زخات رعدية من المطر منطقة المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض 41-28 مع احتمال زخات رعدية من المطر أحيانا المنطقة الغربية 38 إلى 28 والمنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من المطر أحيانا 28 إلى 19 درجة مئوية يوم الجمعة إن شاء الله تستمر الأجواء حارة في موضم مناطق المملكة تبقى احتمالية سقوط الأمطار في المنطقة الوسطى واردة وكذلك المنطقة الجنوبية الغربية لكن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المنطقة الشمالية الغربية العظمى 35 والصغرى 20 المنطقة الشمالية الشرقية 38-24 والمنطقة الشرقية جوى حارة 39-29 وأيضا المنطقة الوسطى 39 إلى 28 والمنطقة الغربية 36 إلى 28 والمنطقة الجنوبية الغربية 25 إلى 18 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمن الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر